السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي معلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عيلما. اهلا وسهلا بكم. معكم احمود زايد وفيديو جديد وحلقة جديدة من كورس الفوتوشوب للمبتدئين. دي الحلقة تلاتاشر من الكورس وهنتكلم النهاردة عن بع بع الفوتوشوب وهو اداة البنتول. يعني كتير من الناس لما بتيجي تتعلم الفوتوشوب بتلاقي صعوبة جدا في ان هي تستخدم الاداء او اغلب الناس برضو يعني بعد ما تتعلم البرنامج وتمشي شوية فيه بتيجي مسلا استخدام البنتول معك بيبقى فيه مشكلة. يعني فيه ناس برضو تلاقي ان هي الناس البروفيشنال شوية في المجال او البروفيشنال شوية في الفوتوشوب بتلاقي برضو صعوبة في استخدام الاداء. مع انها اداة سهلة جدا واداء استخداماتها هتغنيك عن ادوات تانية جدا جدا يعني تقريبا الادوات اللي احنا استخدمناها قبل كده او حلمناها قبل كده هتيجي اداة هتلغيها وانت مش هتستخدم غيرها اصلا. فيلا بينا نشوف استخدام الاداء بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو. وانك تفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبتدي في حلقتين النهارة. زي ما قولنا احنا هنتكلم النهاردة عن اداة اللي هي الاداة دي. تمامي يعني لو دستكليك يمين كده عليها تظهر لك البنتول البرفورم بنتول كرفيتشار بنتول والديليت انكرو بوينت والكونفيرت بوينت تول. آآ كلهم او الخمس ادوات او ستة ادوات دول مرتبطين كلهم ببعض. يعني استخدامهم واحد. آآ الاساسي معنا هي اداة البنتول. آآ ممكن ان انت تعمل ايه بالبنتول? انت ممكن ترسم بيها. ممكن تقص بيها. تعمل بيها تحديد لحاجة. يعني تقريبا زي ما قلنا كده الادوات بتاعت التحديد اللي احنا تعلمناها الحلقات اللي فاتت. والرسم الاشكال انت ممكن تستغنى عنها باداة البنتول. طيب خلينا نفتح مساحة عمل كده عندنا هندوس ونختار مسلا برينت نختار اللي بنشتغل عليها كل مرة وهنخليها كده هنخلي بتاعها تمام? وهندوس كريد. هناخد اول حاجة ازاي ترسم باداة البنتول? يعني انت لو واقف عليها هنا كده. وخليت الاختيار من هنا من من فوق هنا شيب. تمام? هتلاقي ان الفيل عندك ممكن تخلي الفيل اي لون ممكن مسلا اللون ده كويس. تمام? بس في هائع قوي ممكن نقلله شوية. ممكن نغمقه شوية كده. كده ممكن كده. ماشي تمام? كل اللي عليك ان انت هتيجي تدوس دوسها كده دي اتعاملت معاك نقطة. الدوسها التانية تدوس في اي اتجاه بس ما تدوس وتسحب. يعني انت هتدوس كده وتسحب هتلاقي ان هو ابتدى يعمل معاك كيرف كده ماشي والاتجاه السهم اللي انت هتروح فيه يعني ده الاتجاه بتاعك شوف انا ماشي بالماوس فين? يعني كل ما ممشي في حتة بيبتدي ان الكيرف بتاعي يتغير معاه. طيب انا لو سبت كده. وجيت دست تاني وسحبت. دست وسحبت كده 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 تمام? وجيت عشان اقفل التحديد بتاعي او اقفل الرسمة بتاعتي. هاجي هنا. وهاجي على المفطول. هيبتدي ان هو رسم معايا زيه بالزبط زي اللي احنا بنرسمها من الاداة دي. طيب. انا علشان اتحكم فيه اكتر يعني مسلا لو عايز ارسم مربع. كل اللي عليك انت هتدوس كده. واتدوس من الكيبورد علشان يبتدي ان هو يرسم لك خط مستقيم. تمام? انا دلوقتي دايس وهاجي هنا مسلا هرسم كده. كده. وهقفل التحديد بتاعي او الرسمة بتاعتي. ده ان هو يرسم معايا الشكل ده. ده ان انت ممكن تتحكم فيه يعني لو دست دابل كليك عليه كده ممكن تغير لونه اي لون انت محتاجه زيه بالزبط. زي اللي احنا كنا بنرسم به. آآ استخدامة البنتول في الرسم ما بتكونش كتير قوي في الفوتوشوب. يعني احنا ان شاء الله في كورس اللي هنزله بعد كورس الفوتوشوب ده هتلاقي ان لاغينا عن اداة البنتول في آآ او الرسومات اللي انت بترسمها يفضل ان انت تستخدمها او عايز ترسم اي رسمة بترسمها على ما بترسماش على الفوتوشوب. فالشيبس او الرسومات او استخدام البنتول في الرسم عموما في الفوتوشوب قليل قوي. طيب ايه استخداماتها او ايه اللي انا ممكن استخدم البنتول فيها? اغلبية الناس لما بتيجي تستخدم البنتول في الفوتوشوب بتستخدمها اكتر في التحديد او القص. لان هي بتديك آآ كواليتي كويسة ونتيجة كويسة للقص غير الادوات اللي احنا اتعلمناها قبل كده. طيب تعال نشوف مثال كده. لو جبنا مسلا الصورة دي. تمام? عايزين تكون صورة صعبة شوية. بطاها هنا كده على الفوتوشوب. تمام? عايزين نقص الشخص ده من الخلفية. طيب احنا كنا تكلمنا قبل كده عن الادوات اللي هي والماجيك واند. يعني لو جينا استخدمنا الماجيك واند وجينا دوسنا كده دوسها في الخلفية هتلاقي ان هو التحديد مش مزبوط. يعني اعمل لك تحديد على الالوان كلها. طيب لو دوست كنترول دي كده. وجيت مثلا ممكن انا احدده بس هتلاقي ان هو ممكن يطلع معاك في حتة كده هتضطر لانت تزبطه وبتاع فهيبقى الموضوع صعب شوية. طيب لو جينا مسلا على البنتول وشوفنا ازاي منقص بيها بس المرة دي مش هنخليها شيب هنخليها باص. تمام? هنخلي الاختيار ده معاك. طيب هتيجي تستخدمها ازاي? هتحمل زون كده علشان تحدد على الحدود بتاعة الشخص ده بالزبط. هتيجي انت هتدوس كده دوسها. تمام? وهتدوس في اي حتة بس على الحدود بتاعة الراجل وتسحق. تمام? شايفين النقطة اللي انا سحبها بالماوس دي? ده انا مسلا انا اتجاهي طالع ناحية كده فوق. اجي مسلا ااخد الكيرف ده هبتدي ان انا هدوس كده وافضل دايس واسحب بحيس ان هو يعمل لي الكيرف ده كده بالزبط. طيب. هنا بقى في نقطة تانية. انا دلوقتي اتجاهي هنا. او طالع كده. انا عايز امشي على الحدود. طب انا لو جيت مسلا رسمتها كده هتلاقي ان هو مسلا احتمال يزبطها لي والتانية ممكن لأ. طيب خلينا ناخد نكمل. انا كل حاجة انا بدوس واسحب. تمام? وماشي على الحدود بتاعة الشخص بالزبط. هنا بقى. انا كده اتجاهي داخل كده. طيب انا عايز اكمل في الاتجاه اللي فوق ده. اعمل ايه? يا اما تيجي من كده على الاداة وتختار دي وهتدوس كده. تمام? هيبتدي ان هو يعملها لك كنقطة جديدة. ما لهاش اي اتجاه. تمام? وتيجي بالبنتول تاني هتدوس هنا. ماشي. وتبتدي ان انت تكمل عادي. هتلاقي ان اتجاه بتاعك زبط. هنشوفها اكتر في الكيرفات. يعني استخدام دي في الكيرفات بيبان اكتر. تمام? نا كده مكمل قص. بتدي ان انا هكمل كده. كل شوية هدوس. وكل ما قربت النقط يعني انا كده عملت نقطة غلط. هدوس من الكيبورد عشان امسحها. وارجع تاني. هدوس كده. اتجاه الجوة انا عايز اتجي هنا فهدوس يا اما اجي من الكونفيرت دي وهدوس يا اما اوفر على نفسي وهدوس من الكيبورد. تمام? وانا واقف على كده هدوس من الكيبورد. وهدوس على النقطة هبتدي ان هو يعملها لي نقطة جديدة. وهكمل قص عادي زي ما انا. تمام? او هكمل تحديد كده. هدوس تاني علشان هبتدي ان انا اتجه النقطة دي. تمام? هكمل كده. انا بفضل ان انا كل نقطة بعملها ان انا هدوس قلت عليها. يعني علشان بس الاتجاه ما يلغبطنيش او كده. يعني دي طريقتي انا في القص. ممكن انت مسلا الاتجاه بتاعك يكون مزبوط فما تضطرش انت كل شوية هدوس قلت. تمام? هكمل كده. هاجئ كده. ماشي? تقريبا انا بدوس قلت على كل نقطة برسمها. تمام? اعمل كده. كده. ماشي كده. ممكن مسلا ان اكتفي بالجزء ده كده. يعني هقصه هاجي كده. يعني هي جات على الراس بس مش مشكلة عادي. تمام? ممكن انا اجي كده. تمام? اعمل هكده. انا بمشي على الحدود بتاعته بالزبط. علشان كده البنتول يعني هي تقريبا الاداة اللي بتديك دقة التحديد بالذات. تمام? كده. كده مسلا. يعني سريعا كده ممكن ناخد الجزء ده. كده. عايزة اغد الفرق في البنزلون من هنا. اهو. هاجي كده. دوس هنا واخد الكيرف ده كده مرة واحدة. ماشي. وهقفل التحديد بتاعك. انا كده اعملت التحديد زي ما انا عايز او اعملت او عملت تحديد للشخص. طيب علشان هعمل له عندك هنا فوق يا اما تدوس من هنا يا اما تدوس من الكيبورد. يبتدي ان هو يعمل لك تحديد للشخص ده. طيب يعني لو دست هنا هنا من فوق برضو نفس النظام يبتدي ان هو يعمل لك تحديد للشخص. بس تقريبا كده هو محدد الخلفية مع ده الشخص. فانا هدوس كنترول شفت اي. علشان اعكس التحديد. خلي التحديد على الشخص بس. تمام? ولو جيت هنا من اي اداة تحديد هنا واقف عليها. ودوس تكليك يمين. والليار فيا كوبي. وجيت خافية الصورة الاصلية. وجيت بسيت على النتيجة اللي عندي. هتلاقي ان التحديد بتاعي شرب جدا ومزبوط وما فيش اي غلطة. يمكن يعني دي احسن نتيجة ممكن توصل لها. وانت بتحدد او لو عايز تحدد حاجة. طيب ايه ممكن استخدم تاني او اللي بتقدمها لي عشان تسهل علي القص او كده. في اداة لسه نزلة في الجديدة بتاعة الفوتوشوب اللي هي الكيرفيتشار بنتول. دي تقريبا ما كانتش موجودة غير في بس يعني ما كانتش موجودة في الفوتوشوب في النسخ القديمة. بس نزلوها دي بتسهل عملية التحديد وعملية الرسم. آآ حلوة جدا يعني بتبقى حلوة جدا في الرسم وحلوة جدا في التحديد. طيب ايه استخداماتها? يعني خلينا نرجع للارت بورد اللي احنا كنا رسمينها كده. وهنيجي نعمل مش هنحدد. انا هنرسم. انا عايز ارسم عشان هوريكم الاداة دي بتستخدم في ايه بالزبط. وجيت رسمت مسلا دايرة كده. يعني تقريبا دايرة بايزة شوية. بس انا ممكن ازبطها بالكيرفيتشار. هاجي كليك يمين وهختار كيرفيتشار بين طول. هاجي هنا مسلا هدوس دوسها كده. هيبتدي ان هو يعمل لنقطة. واسحب. انا عايز ازبط النقطة دي كده. والنقطة دي كده برضو هدوس عليها. لو عايز ادود نقطة هنا هدوس كده. واسحبها. تمام. واسحب كده. ماشي. تمام كده. دي فايدتها ايه بقى ان هي بتزبط لك الكيرفات بتاعتك زي ما انت عايز. طيب. دي في الرسم. هل انا ممكن استخدمها في التحديد? اه عادي. ممكن تستخدمها في التحديد. طب خلينا نجرب كده. يعني لو جبنا مسلا شكل تاني. لو جبنا شكل التفاحة دي بحيس ان احنا نمشي على الكيرف بالزبط. تمام? وجينا ابتدينا ان احنا نحدد هنعمل زوم كده. انا عايز اطلع شكل التفاحة دي بالزبط. هاجي على البنتو للأول وهبتدي ان انا ارسم الشكل بتاع التفاحة كده او ارسم حدود عليها. بس في نقطة انا حابة بتكلم عليها. يعني انت لما تيجي تستخدم البنتو اللي عندك مش هتلاقي الخط اللي بترسم بالشكل ده كده. يعني مش هتلاقيه اخضر كده وساميك شوية. طيب انت بتزبطه من اين? هتيجي من الترسم من هنا. هتخلي بتاعه او السمك بتاعه ممكن اتنين واحد آآ نص زي ما انت عايز. واللون بتاعه آآ هتخليه اي لون من الالوان بتاعتك دي. يعني هي هتبقى عندك بالمنظر ده كده. تمام? يعني لو جيت ترسم هتلاقيها ان هي خطوط كده واللون الازرق ده الخفيف. طيب. آآ انا ممكن ازبطها ان انا بعملها كده ليه? انا بعملها كده علشان تبان قدامي وتريح عيني انا برتاح وانا شغال عليها كده. انا ممكن ارجحها تاني لاتنين بيكسل. وخلي مسلا لونها اللون الاخضر بحيث ان هو يبقى مختلف اصلا عن لون التفاحة ولون الخلفية. وهاجي هخلي آآ هنا باص مش هيب. وابتدي ان انا ارسم على الحدود بتاعة التفاحة. تمام? هدوس كده. بدي ان انا ارسم كده. عايز مسلا ان انا ابوز حتى كده علشان نستخدم الكرفيتشارتول. وهاجي اكمل التحديد بتاعي عادي كده. تمام? دوس من الكيبورد كده. تمام? انا عايزة اطلحها مظبوطة. اه يعني هي يمكن البنتول آآ بطيقة شوية في التحديد بس يعني البطء ده بيطلع لك نتيجة انت ما بتعدلش فيها بعد كده. هي التحديد مرة واحدة. تمام? واكمل كده. وهدوس هنا كده عشان اقفل التحديد بتاعي. طيب. هنا بقى الجزء ده مسلا انا غلط وانا بحدد وعملته كده وعايز ازبطه. هاجي بالكرفيتشارتول كده. ماشي? وهبتدي ان انا هدوس على النقطة دي واسحبها كده البرة. ماشي وممكن النقطة دي طالع الجوة طالع البرة كده دخلها الجوة شوية. ممكن ازوم كمان زوم كده واشوف ان التحديد جاي معي بالزبط ولا لأ? وتقريبا بالزبط ممكن الجزء ده كده. طالع لبرة فاختار الكرفيتشارتول تاني وهدوس كده. يزبط معايا. تمام? هعمل زوم اوت كنترول ونقص من الكيبورد. هتلاقي ان التحديد زبط معاك فهتيجي هنا سليكشن. هدوس كنترول زيرو علشان ارجع. وهنا محدد برضو نفس النظام محدد الخلفية كلها معادة تفاحة فانا هعمل كنترول شفت اي من الكيبورد علشان آآ اعكس التصميم. هبتدي ان هو حدد لي شكل تفاح. طيب هاجي هنا برضو لكي يمين لير فيا كوبي وهاجي اخفي العين من هنا وهعمل نيولير تحتيها وهديها اي لون بحيس ان انا اشوف الجودة او مدى دكة التحديد. تمام? شايفين? طلع بالزبط. حتى الجزء اللي انا غلط فيه وزبطته بالكيرفيتشار تول زبط معايا. طيب انا ممكن استخدم البنتول في ايه تاني? يعني هم تقريبا الاستخدامين دول آآ اكتر يستخدمين ليهم وتحديدا القص هو اكتر حاجة انت هتستخدم البنتول فيها. يعني في ناس بتلاقي ان البنتول صعبة بالعكس البنتول سهلة جدا آآ هي الفكرة كلها محتاجة شوية تعود. يعني مرا نفسك ومرا ايدك على القص. احنا هنتكلم عنها الحلقات دي وهنتكلم عنها الحلقة الجاية وهنستخدمها في الحلقات الجاية كتير جدا بحيس ان احنا نثبت استخدامها ونثبت المعلومة اللي اتقلت عليها. يعني احنا اتكلمنا عن البنتول آآ فيه بقى دي استخدامها الشبه كده شوية. يعني ممكن نيجي مسلا ناخد مثال تاني. يعني لو جينا مسلا على البرج ده كده. ادينا معنا. احنا ممكن استخدمها في ايه? يعني هو تقريبا دي مش هتبقى كويسة. يعني انا بالبنتول ممكن اقص كده عادي. تمام? مش ده المسال اللي احنا ممكن نزبط به البرفورم. اتقص معي. كل سهولة. طيب انا استخدم البرفورم دي في ايه? لو جينا مسلا على شكل التفاحة اللي كانت عندنا كده. تمام? وجيت بالبيرفورم هنا. ولا الفري فورم انا بقول عليها هي فري فورم. هتبتدي ان انت ترسم حوالين التفاحة كده عادي خط. انا كل ده برسم. وهسيب. هتلاقي ان هو عملك النقط آآ اللي هي الانكر اللي احنا كنا لسه بنعملها بالبنتول. ممكن تيجي بقى انت بالكرفيتشر. بدي ان انت تدوس كده وتدخلها الجوة. بس شغلانة يعني ودنك منين يا جوحة? انت ممكن تستخدمها احسن بالبنتول. يعني دي ما اعتقدش ان حد بيستخدمها يعني. دوس من الكبورد. عشان يمسحلي التحديد اللي انا عملته. تمام? والده بتستخدمه في ان انت تزود نقطة او تنقص نقطة. يعني مسلا ان لو واقف هنا كده ورسمت مسلا نقطة كده. تمام? عايز انا مسلا ارجع في النقطة دي. نقطة واحدة هترجع فيها هدوس من الكبورد. ابتدي ان انت توقف هنا تاني وتكمل. طيب لو عايز ارجع نقطتين هتيجي من الاداة هنا وتختار دليت انكروبوين وتبتدي ان انت تدوس على النقطة اللي انت عايز تمسحها. طيب لو انا عايز ازود يعني ازود في حالة ايه? تزود مسلا في حالة ان انت رسمت كده. ماشي. والكيرف مش مزبوط معك ممكن تيجي بالاد ان كوربوين. تزود نقطة هنا كده وتبتدي ان انت تدوس من الكيبورد وتدخلها لجوه. او تزبطها انت بقى بالكيرفيتشارتول. يعني تقريبا من استخدامي للاداة هنا انت مش هتستخدم غير البنتول والكيرفيتشارتول اللي لسه نزلة لو انت منزل نسخة جديدة يعني من عشرين عشرين وانت طالع. فالاداتين دول اكتر اداتين انت هتستخدمهم. يعني انت عايز تزود نقطة هتزود بالكيرفيتشار وتزبطها. طب لو عايز اعمل دليت انت ممكن تستخدم العادين معهم يعني انت عشان تمسح اكتر من نقطة. تمام كده? فده كان الكلام او كان الدرس بتاع البنتول. حاول انت بقى يعني ما تستفيش بالمسالين اللي احنا عملناهم حاول تمرن ايدك اكتر واكتر على الاداة. يعني تقص بيها اشكال ترسم بيها اشكال. هتلاقيها اداة مهمة جدا ومفيدة جدا جدا ليك. ومع الوقت ايدك هتتعود عليها وتبتدي ان هي تبقى سهلة معي. ممكن نتكلم عن ايه النهاردة? فاكرين احنا المرة اللي فاتت لما تكلمنا عن الازبوت والهيلنج والباتش طول. قلنا سيبنا وسبنا وقلنا هنتستخدمهم او هنتكلم عنهم في حلقات جاية. طب خلينا نتكلم عنهم دلوقتي. يعني استخدامها بسيط. ممكن مسلا لو جبنا فطورة التفاحة دي مسلا تاني. يعني خلينا نلغيها من هنا. عشان هنشوهناها خالص. ندوس نوب. تمام. ونبتدي ان احنا نجيبها تاني هنشدها كده. ماشي. انا عايز اعمل تحديد على التفاحة دي او عايزا للتفاحة دي من هنا كده لهنا. وفي نفس الوقت احافز على الشكل الخلفية عندي. اجي على تقوير. هبتدي ان ارسم حوالين التفاحة كده بس احاول ان انا اقرب منها شوية. وهشدها كده. تمام? هدوس على الموف طول. ببتدي ان هو يحمل معي. نشوف النتيجة مع بعض دلوقتي. هتلاقي ان هو نقلك التفاحة من هنا لهنا بس هو شوه الخلفية شوية. يعني تقريبا الادا دي انا ما شفتش حد بيستخدمها او انا طول تخدام للفوتوشوب ما استخدمتهاش قد كده. يعني انا لو عايزا التفاحة من اغصها وازبط الخلفية ممكن بالباتش تول والهيلنج والزبوت هيلنج. فتقريبا يعني ملهاش استخدام قد كده. طيب الاداة اللي بعدها اللي هي الريد اي تول دي بتشيل العين الحمراء اللي في اي صورة يعني. آآ معظم الناس لما تيجي تتصور ممكن الفلاش بتاع التليفون او الكاميرا يعمل زي عين حمراء كده. زي اللي في الصورة دي مسلا لو شدناها كده وحطناها هنا. تمام? زي دي كده بالزبط. طيب انا ممكن اعدل عليها بالفوتوشوب بادوات اللي عندي اللي هي الريد اي. كل اللي عليها ان انا هاجي كده. وهبتدي ان انا دوس دوسة واحدة. على العين. هيرجعها لي زي ما كان. ناخد مثال كمان يعني خلينا نلغي دي. وناخد حاجة شبه كده. تمام? هبتدي ان نعمل زوم كده. وهاجي بالرد اي من هنا. هدوس كده عليه. لقي ان هو خفاهالي. هي دي بقى الادوات او هي دي الادوات اللي انت هتستخدمها على طول يعني في او في التعديل على الصور انت هتستخدم الادوات دي. انما اللي كنت انت اوير انا بصراحة ما شفتش حد بيستخدمها يعني. فممكن المسال اللي احنا قلناها ده كفاية. آآ وفاكرين لما في البداية خالص لما تقولنا ان انت هتتعلم الفوتوشوب كله وتقريبا مش هتستخدم غير هما ادتين او ثلاث ادوات بالكتير. يعني انا كشغلي انا بستخدم البنتول وممكن الشيب والتيكست طيب والتيكست طول او الطيب طول قصدي. تمام? ومع شوية ادوات تانية وشوية فكتات من هنا ده تقريبا شغلي كله على الفوتوشوب. فبس احنا كشرح للكورس او كمحتوى لازم ان انت تتعلم كل حاجة وبعد كده انت اللي تختار تستخدم انهي ادوات. يعني مثال بسيط في ناس آآ احنا اتكلمنا عن تلات ادوات بتوع القص دول او التحديد دول. في ناس ما بتستخدمش البنتول يعني هي بتطلع نفس الكواليتي اللي في ناس تانية بتستخدمها او بتطلعها بالبنتول بتطلعها بالادوات البسيطة اللي فوق دي. طيب ده استخدامهم او ده. الشغل بتاعهم هم مرتاحين كده وبيطلعوا الاداة كده او بيطلعوا التحديد كده. آآ ده يعني هم لقوا استعلموا كل حاجة بس لقوا راحتهم او لقوا ان هم بيستخدموا الاداة دي او الادوات دي ان هم يطلعوا اللي هم عايزين. فزي ما قلت لكم ان انت هتتعلم كل الادوات بس انت هتيجي في الاخر هتنقي ادوات معينة كده او هتفضل ثابت على ادوات معينة دي اللي بتستخدمها في شغلك سواء انت بقى بتستخدم او بتشتغل سوشيال ميديا او مطبوعات او ايا كان ايه اللي انت هتستخدم البرنامج فيه. فلك مطلق الحرية في اللي انت هتستخدم الادوات اللي انت عايز. فدي كانت حلقة النهاردة اتكلمنا على البنتول وهنتكلم برضو عنها الحلقة اللي جاية والحلقة اللي بعدها. يعني لسه البنتول مطولة معنا كمان شوية. ممكن ناخد عليها امثلة كمان كتيرة جدا. كل مرة ممكن ناخد مثال كده في القص. ولو فيه مشكلة وجهتكم في استخدام الاداية ممكن تقولولي تحت في الكومنتات وممكن نعيدها تاني وتالت ونجيب امثلة اصعب واصعب. وتكلمنا برضو النهاردة عن والكونتينت اوير وشوفنا استخدامهم ازاي. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. واتمنى تكون استفدتم. ما تنساش برضو تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وانك تفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. وهشوفكم الحلقة الجاية.